مرحبا، في هذا الدرس سنتعرف على الاقتران العكسي وشرط وجود الاقتران العكسي باستخدام اختبار الخط الأفقي. يمثل المخطط السهم التالي المجال والمدى للاقتران قاف السين. وكما تلاحظ أنه في حال قمنا بعكس المخطط السهمي وعكس اتجاه الأسهم ينتج لدينا اقتران جديد وليكن الاقتران ها. تسمى هذه العملية بإيجاد الاقتران العكسي وهو الناتج عند عكس المجال والمدى في الاقتران قاف وتقرأ معكوس قاف السين. مثال يمثل المخطط السهمي التالي الاقتران قاف السين. مثل المخطط السهمي للاقتران العكسي للاقتران قاف السين. لإيجاد الاقتران العكسي للاقتران قاف نعكس اتجاه الأسهم في المخطط السهمي لينتج المخطط التالي. نلاحظ من هذا المثال أن المخطط السهمي الناتج عن عكس الاقتران قاف السين لا يمثل اقترانا. وذلك لوجود صورتين للعدد واحد وهما ستة وسبعة وذلك لأن المخطط الناتج ينافي تعريف الإقتران الذي يشترط أنه لكل عنصر في المجال يوجد صورة واحدة فقط في المدى ولهذا السبب لا يمكننا إيجاد الإقتران العكسي للإقتران قاف ملاحظة يشترط لوجود الإقتران العكسي للإقتران قاف السين أن يكون كل عنصر في مداه هو صورة لعنصر واحد فقط في مجاله وهذا يعني أنه يجب أن يكون الإقتران قاف السين إقتران واحد لواحد والآن يمكن معرفة فيما إذا كان الإقتران قاف السين واحد لواحد باستخدام اختبار الخط الأفقي أما اختبار الخط الأفقي فيكون الإقتران قاف واحد لواحد إذا كان أي خط مستقيم أفقي أي موازن محور السينات يقطع الإقتران في نقطة واحدة على الأكثر والآن لاحظ الأشكال التالية نلاحظ الشكل الأول الذي يمثل الإقتران قاف أنه عند رسم أي خط أفقي فإنه لا يتقاطع مع منحنى الإقتران إلا مرة واحدة فيكون هذا الإقتران واحد لواحد أما الشكل الثاني والذي يمثل الإقتران عين فإنه يمكن رسم خط أفقي يتقاطع مع منحنى الإقتران في نقطتين فبالتالي الإقتران عين ليس إقتران واحد لواحد أما الشكل الثالث فيمثل الإقتران لام فنلاحظ أنه عند رسم أي خط أفقي فإنه سيتقاطع مع منحنى الإقتران مرة واحدة فالإقتران لام هو إقتران واحد لواحد أي أنه يمكن إيجاد الإقتران العكسي لكل من الإقترانات قاف ولام لأنها تمثل إقتران واحد لواحد ولا يمكن إيجاد الإقتران العكسي للإقتران عين لأنه ليس إقتران واحد لواحد والآن إلى القاعدة التالية إذا كان الإقتران قاف السين إقتران واحد لواحد وكان معكوس قاف هو الإقتران العكسي للإقتران قاف السين فإنه قاف بعد معكوس قاف للسين ستساوي سين وكذلك معكوس قاف بعد قاف للسين ستساوي سين على سبيل المثال جد الاقتران العكسي للاقتران قاف السين تساوي 3 ناقص 2 سين بما أن الاقتران قاف السين هو اقتران واحد لواحد بالتالي يمكن إيجاد الاقتران العكسي للاقتران قاف السين وباستخدام العلاقة قاف بعد معكوس قاف للسين تساوي سين لكن من تركيب الإقترانات نعلم أن قاف بعد معكوس قاف للسين ستساوي قاف لمعكوس قاف السين فإذن قاف لمعكوس قاف السين ستساوي سين وبتعويض معكوس قاف في الإقتران قاف السين سينتج أن 3 ناقص 2 في معكوس قاف السين يساوي سين وبترتيب حدود هذه المعادلة ينتج أن تنين في معكوس قاف السين يساوي 3 ناقص سين وأخيرا نقسم طرفي المعادلة على تنين ينتج الإقتران العكسي معكوس قاف السين يساوي 3 ناقص سين الكل على تنين مثال جد الإقتران العكسي للإقتران قاف السين تساوي سين تكعيب أولا نلاحظ من الشكل المجاور والذي يمثل الرسم البياني للإقتران قاف السين بأن الإقتران هو واحد لواحد وذلك باستخدام اختبار الخط الأفقي والآن باستخدام العلاقة قاف بعد معكوس قاف للسين تساوي سين نقوم بتعويض معكوس قاف بقاعدة الإقتران قاف السين لينتج معكوس قاف السين لكل تكعيب يساوي سين وبأخذ الجذر التكعيبي للطرفين ينتج أن معكوس قاف السين يساوي الجذر التكعيبي لسين مثال جد الإقتران العكسي للإقتران قاف السين تساوي الجذر التربيعي لسين حيث سين أكبر من أو تساوي صفر من خلال الرسم البياني للإقتران قاف السين نلاحظ أنه إقتران واحد لواحد فبالتالي يمكن إيجاد الإقتران العكسي للإقتران قاف السين وبما أن قاف بعد معكوس قاف للسين تساوي سين يكون قاف لي معكوس قاف السين يساوي سين والآن بتعويض معكوس قاف السين بقاعدة الإقتران قاف السين ينتج أنه الجذر التربيعي لمعكوس قاف السين يساوي سين وبتربيع الطرفين معكوس قاف السين سيساوي سين تربيع مثال جد الاقتران العكسي للاقتران قاف السين تساوي سين تربيع ناقص واحد بداية سنختبر الاقتران قاف السين لمعرفة فيما إذا كان اقتران واحد لواحد أم لا من خلال الرسم البياني نلاحظ أنه يمكن رسم خط أفقي يتقاطع مع منحنى الاقتران قاف السين في نقطتين وبالتالي فإن قاف السين ليس اقتران واحد لواحد لذلك لا يمكن إيجاد الاقتران العكسي للاقتران قاف السين وهيك بنكون تعرفنا على الاقتران العكسي وشرط وجود الاقتران العكسي باستخدام اختبار الخط الأفقي